أصبح الدولي يوسف النصير الهدافة المغربية التاريخية لمنافسات دور أبطال أوروبا بعدما عزز رصيده بهدف تاسع في مباراة فريقه إشبيلية اليوم أمام بي إس في إندهوفن الهولندي 2 إلى 2 لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ويتصدر النصير قائمة الهدافين المغاربة في أهم منافسة أوروبية للأندية بتسعة أهداف متفوقاً على كل من حكيم زياش ومروان الشماخ الذين سجل ثمانية أهداف وتمكن النصير من تسجيل الأهداف التسعة خلال 16 مباراة خاضها مع الفريق الأندلسي في دور أبطال أوروبا خلال أربعة مواسم متتالية